الأهلي عقب مباراة الأمس والفوز على الودات بنتيجة 2-0 خارج ملعبك واجب الإشادة بالجهاز الفني واللعبين على الأداء والروح العالية جدا جدا اللي كانت على مدار التسعين دقيقة مبارح في الحقيقة بالنسبة لفريق النادي الأهلي أداء أكثر من رائع حضور مميز جدا وتنظيم كمان ممتاز في أرضية الملعب سواء من قبل المدير الفني اللي بيعطي التعليمات واللي بيستقر على الجوانب التكتيكية والفنية أو حتى اللاعبين اللي قدروا ينفذوا بنسبة كبيرة جدا تعليمات الجهاز الفني مبسوطين جدا سعداء جدا بهم لأنهم في الحقيقة عملوا كل اللي عليهم في هذه المباراة لكن مهمة قوي مهمة قوي أن نحن نكون مركزين في مباراة الإياب الأهلي لم يتأهل بعد الأهلي فاز وخد خطوة حلوة بصراحة خطوة حلوة 2-0 بره مع لعبك فأفضلية ممتازة بالنسبة للأهلي لكن أنت لسه عندك مباراة إياب ولسه عندك فرقة قوية الوداد مش فرقة ضعيفة أو مش فريق يستهان بي لا هيجي هنا مش باكي على حاجة هيهاجم لقدر الله ممكن يحاول يحقق أهدافه يعني فإحنا لازم نكون مركزين وإحنا كجمهور أو جمهور النادي الأهلي بشكل عام عارف كويس ولامس قوي قوي الحتة دي أنت الفرحة لما بتكسب البطولة بشكل عام فيه يعني مناسبات سعيدة بتبقى مؤقتة أنك تتأهل مرحلة معينة أنك تكسب مباراة معينة تخلص المباراة دي بتفرح شوية كم ساعة كده وتركز في اللي جاي الفرحة بتبقى طويلة وتمتد وتبقى سعيد في غاية السعادة لما بتاخد بطولة دوري عطال أفريقيا تحديداً لأنها هي البطولة الأغلى عنده جمهور الأهلي البطولة ما زالت صعبة كسبنا؟ آه كسبنا صعدنا؟ لا لسه ما صعدناكش فيه منافسة قوية طبعاً هتلاعب الوديات فريق قوي والنحية الثانية عندك الزمالك والرجاء بإذن لما تتأهل النهاية بإذن الله واحد أحد فإحنا نخدها خطوة خطوة ونركز ونأكد على بعض أن لسه الأهلي لم يصعد للمباراة النهائية الصعود هيكون إنت لما تكسب برضو وبإذن الله كمان تأدي أداء مميز زيوم الجمعة اللي جاية تاخد تذكارة التأهل والمباراة النهائية هتلعبها في القارة أياً كان من الفريق اللي هيقبلك سواء الزمالك أو الوديات أو عفواً أو الرجاء فأنت في كل الأحوال فرصك مميزة سواء في دور نصف النهائية أو حتى في المباراة النهائية بإذن الله تعال لكن التأكيد كل التأكيد على صعوبة هذه البطول وإحنا الصبح كنا في تقطيع خاصة لكوليس عودة الفرقة من المغرب وتكلمنا في النقاط دي من منتهى الاستفادة في الحقيقة ولازم نعيد ونأكد عليها أنت بتعمل إلا عليك وبتأدي واجبك في الملعب وتلعب بالروح المطلوبة اللي احنا شفناها مباراة في الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي لكن بيبقى في عنصرين مهمين أو عنصر التوفيق وده عند من المولى عز وجل وبإذن الله يكون حليفة خلال الفترة اللي جاية كلها وعنصر آخر وهو بيتعلق بمسندة ودعم الجماهير المعتاد مسندة ودعم بيبقى دايما موجودين على مدار التاريخ بالنسبة لجمهور النادي الأهلي مع فرقته يعني أي أن كانت الظروف وأي أن كانت المواقف وأي أن كان إيه اللي قدامك يعني فإحنا واخدنا واحدة واحدة وكل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله في المحر الجاي سعداء طبعا سعداء مش هنقدر ننكر مبسوطين آه أداء ممتاز ونتيجة ولا أروع كانت ممكن تبقى أكتر من كده كمان بس رضا حلوة الحمد لله نكسب بإذن الله الماتش اللي جاي ونبقى في غاية في السعادة في انتظار بقى السعادة الكبرى من خلال الفوز ببطولة دوري عبطال أفريقيا رغم صعوبة البطولة دي لقطات لي وصول الفرقة وهما في طريقهم طبعا من المغرب للقاهرة في الطائرة الخاصة وكمان يعني عايزة أقول لهم في الحقيقة أنت رجالة عملت كل اللي عليكو في المباراة كنت عند حسن الظن جمهور النادي الأهلي محدش أبدا أبدا حاس أن فيه أي تأثير من أي لاعب من النادي الأهلي عايزة أشيط بالشناوي طبعا الشناوي مش محتاج إشادة الراجل خلاص خارج التقييم أصلا يعني بقى له فترة كبيرة أوي خارج التقييم مش محتاج أن نحن نتكلم على الشناوي وأهم ميزة فيه أنه هو مستوى ثابت الراجل يضرب الجزاء مبارح بثبات يعني ممكن كان يتهزل وحارس تاني إن هو يعني يعني يعتبر تسبب في ضربة الجزاء رغم ان هي ممكن ما تتحسبش يعني في الحقيقة يعني من الحكم لكن هو ثابت إيه وشخصية إيه أنا ممكن أن أكون غ頑لت في ضربة الجزاء هصده صدهي ماشا الله عليه ومش أول ضربة الجزاء والآخر ضربة الجزاء هصدهى الشناوي الفترة اللي فاتت صد ضربتين كمان في الدوري دربتين جزاء مش دربتين جزاء ما شاعل الله ربنا يحميه أفشا من ضمن اللعائبة الممتزة جدا وأفضل لعبة النادي الأهلي فترة اللي فاتت كل اللاعبة في الحقيقة عايز بس أشيط كمان بياسر إبراهيم لأن الجزئة دي مهمة قوي لأن محدش خباله من واجب ودور ياسر إبراهيم بعد تصدي الشناول ضربة الجزاء تصدي ضربة الجزاء الكرة تردد كان ممكن من أجم الوداد يحطها تاني في الجون ياسر إبراهيم كان قتيل على الكرة كده راح موت نفسه رمى نفسه قدام الكرة ساهم فيه هذا التصدي الممتاز في الحقيقة لضربة الجزاء فاليشادة كل يشادة باللعبين وتحديدا كمان مستر موسيماني المدير الفني مميز واضح أن الجز أو مسؤول النادي الأهلي حيبقى رهانهم كذبان على هذا المدرب والما تمنى له استمراريه في هذا المستوى لسه المهمة مخلصتش واحدة واحدة بإذن الله تعالى خلينا نقول بعض الأخبار الخاصة بفرقة النادي الأهلي عقب الوصول والحاجات اللي بتهم دايما جمهور الأهلي الفرقة وصلت النهاردة الصبح الساعة الثمانية وتلتة تحديدا راحة النهاردة وبكرة من التدريبات 48 ساعة استأنفوا تدريباتهم بإذن الله يوم الثلاث بعد بكرة العصر تدريبات حتكون بداية الاستعداد للمباراة الموجولة أمام الوداد يوم الجمعة اللي جاية على استعداد القهيرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء عشان إن شاء الله بإذن الله يتأهلوا من خلال هذه المباراة طيب خلينا أطمن حضراتكم كمان على أفشة أفشة عنده يعني السبطين السبب تتعلق بإجهات في العضلة الخلفية وكادمة قوية في الضلوع إن شاء الله مش حيعيكوا أفشة عن المشاركة في المباراة اللي جاية أمام الوداد لكن حيبقى فيه أشعة وحيبقى فيه أمور كلها يعني نطمن خلالها يوم الثلاث اللي جاي ده فيما يتعلق بأفشة حيامل أشعتين يعني على الضلوع وعلى العضلة الخلفية إن شاء الله تكون بسيطة لنجمي من نجوم النادي الأهلي من ساعة ما جاء مسماني في الحقيقة طيب الجهاز التوب كمان يطمئن على مروان محسن ومروان كان عنده زي إجهاد في عضلة السمانة وكان واضح يعني في نص الشوت الأول كده تقريبا خد زي كادمة وكان واضح كمان في جريته شوية لكن قد مباراة كبيرة ونفذ واجباته وفي الحقيقة مروان محسن هيتم أيضا الاتمئنان عليه يوم الثلاث طيب فيما يتعلق بكهرباء وفرص لحقه بمباراة يوم الجمعة كل الفرص هتتضح بإذن الله يوم الثلاث أيضا يوم الثلاث حيبقى فيه فحص تب الكهرباء الفحص التب ده حيبين مدى جهزية اللاعب بخصوص المباراة المجبلة الأهم عن الجهاز الفاني والتب إن اللاعب يكون جاهز بنسبة 100% عشان يشارك عشان لو أقل من نسبة 100% فلا قدر الله ممكن الإصابة تعود مرة أخرى فإحنا مش عايزين الكلام ده خالص فبإذن الله كهرباء يا رب يلحق إن شاء الله لو ملحقش يعني بإذن الله يكون معانا في ما تبقى من هذه البطولة في حالة التأهل كمان دي المباراة نهاية وأنصر مميز جدا ومهم قوي محمود عبد المنعم قهرباء تمام ماشي دي أهم الأمور اللي بتتعلق بالفريق خليه بقى أتكلم عن تصرحات مستر موسيماني المدير الفني للنادي للأهلي وبصراحة يعني يوم عن يوم